يعني السؤال بقى دلوقتي للدكتور عوض تاج الدين المستشار الصحي للدولة المصرية طالما انت عارف أو طالما احنا عارفين ان مش دي الاعداد الحقيقية وعندنا اعداد تانية ربما تكون اضعاف الاعداد اللي بيتم الاعلان عنها يوميا طب ليه ما بنعلنش الارقام دي للناس عشان الناس تاخد حزارها وتاخد الحيطة بتاعتها وتعرف ان احنا عندنا ازمة وعندنا مشكلة ليه مصرين نقول ان احنا عندنا تلتمية ربعمية خمسمية على اقصى حد يعني انبارح كانوا بيقولوا الرقم تجاوز خمسمية فالناس عايشة واخدر حيطها وبتروح الاسواق وبتركب القطر وبتزدحم في الاوتوبيس وبتنزل المصانع وبتنزل الشغل وبتروح وتيجي ليه ما ماقولش للمواطن ان انا عندي ازمة ليه ماقولش للمواطن ان انا عندي كارسة تتمثل يعني هم علوا الحكامة ربعمية لخمسمية يعني انبارح خمسمية وحد عشر ويجي سيادة مستشار الصحة للدولة المصرية يقولك ان احنا لا دا مش كل الرقم دا بس الناس اللي ايه اللي تم رصدها مش عارف عن طريق مين طب فين الناس المخالطة وفين الناس اللي ما ظهرش عليها الاعراض وفين الناس اللي عندها المسحة بتاعتها ايجابي بس ما ظهرش عليها الاعراض فقاعد في بيته ومين عازل نفسه في بيته ومين عازل نفسه في شركته أو في مصنعه ليه ما تطلعش مرة واحدة تقول لي خلي بالك انت النهاردة عندنا 3000 مصاب فالمواطن يستشعر ان فيه ازمة فيبدأ يحافظ على نفسه يحافظ على بيته يحافظ على اسرته ياخد الاجراءات بتاعة السلامة يلبس الكمامة يلبس جوانتي يجيب مطهر يجيب كحول لكن انت لما بتقول لي ان احنا 100 مليون مصري عندنا 400 وعندنا 500 فالمواطن يحس ان البلد زي الفل والدنيا زي الفل ويروحوا ييجي وتحصل الكرسة والناس تموت زي ما بتموت كل يوم انبارح قلتلكوا فيه شاب شاب يعني في بداية الاربعينات توفى بسبب فيروس كورونا قبله بكم يوم مش عارف شاب وطبيب النهاردة ايضا في تركيا بننعي طبعا الشيخ سيد جويل من مشايخ الاسكندرية خرج مهاجرا في سبيل الله الشيخ المحدث الشيخ سيد جويلي اللي توفى النهاردة جراء فيروس كورونا ايضا اكتسط مواقع التواصل الاجتماعي كالعادة النهاردة زي ما بيقول ساز عماد ما عادش اسمه فيسبوك بقى اسمه ديث بوك او الناس اللي ميتة الواحد بيصحى كده الصبح يقول مين مات النهاردة مين مات النهاردة مين على جهاز التنفس مين مستني دوره كلنا طبعا مستنيين دورنا نسأل الله السلامة والصحة للكميع خلوا بالكوا هافضل طول الحلقة اقول لكم خلوا بالكوا ما تسمعوش لبيانات وزارة الصحة ما تسمعوش للناس اللي بتقلل ما تسمعوش للناس اللي بتتفهم من الموضوع والله الموضوع خطير جدا جدا واخطر ما فيه انك بتنام على مخدتك مش بقول كده عشان اخوفك اخطر ما فيه انك بتنام على مخدتك وانت مستني الموت احنا طبعا كلنا مستنيين الموت في اي وقت لكن انك تنام على مخدتك وانت مستني الموت الناس تتصل بيك مستنيين يسألو او يسمعو انت عامل اي دلوقتي خلوا بالكوا ارجوكوا ارجوكوا واسف لو قلبت الموضوع تراجدية واخلينا بقى نافل الموضوع ده على كده ولا ايه رأيك انا اسف بس دواقع يعني لازم يتقال ولازم الناس ده عرف الدنيا ماشي ازاي ترجمة نانسي قنقر